يعني جاسب له أقل من شهر يعني فبعدين قرأوا له نهاية القصة إلى آخرين ورح مبسوط والحادثة الثانية الحادثة الثانية هو كان فيها رجل اسمه وسيني الأحرش رجل مساعدين وما خصو يعني عامل في الأمم المتحدة ورجل طيب وروح لعمله ويرجع لعمله من نفس منطقتي يعني من نفس مدينتي يعني ففي يوم الأيام وأنا أشتغل لأن كنت رحت لباريس وإذا أجد بالبيت مجموعة تليفونات في أصدقاء اتصلوا وكلهم يسألوا على وضعي فبعدين عرفت من هؤلاء الأصدقاء أنه في شخص قتل وأعلن على مقتله في قنوات فرنسية كثيرة وربط بي حتى في ميديان المغربية حتى في جريدة جزائرية اسمها النصر أبنوني في الصفحة الأخيرة نعي نعي وصورة وكذا رح نرجع لنفس الموضوع طولنا شوي على الفاصل تعذرنا المخرجة نلتقي بعد قليل مع الروائي وسن الأعراج نلتقي بعد قليل مع الروائي وسن الأعراج نلتقي بعد قليل مع الروائي وسن الأعراج شو كان شعورك بالنسبة لهالحادثة؟ هذا الرجل الذي ذهب أحية طبعاً أي الحادثة أنت تشعر يعني وشعور داخلي في الحقيقة شعور مبطن أن رجل يحمل نفس اسمك ولا علاقة له يعني في نهاية المطاف بما كان يدور في الجزيرة أنا مسؤول على موقفي يعني أنه كان إلي موقف واضح من حركات المتطرفة وأعلنت عن موقفي وكتبت عنه فإذن أنا في نهاية المطاف إذا تلقيت المنفى أو الموت فأنا متحمله فأنت تعني من التشرد في بيوت الأصدقاء من بيت إلى بيت أنت وعائلتك بدأت تنقل لأنك أنت هذه الخيارات صعبة وليس سهلة ولهذا أنا أقول الكتابة أحياناً هي في عمقها حالة رجيدية مبطنة ولهذا أن هذا الشخص لما قتل فعلاً أنا إلى اليوم أبحث عن قبره فقط لأعتذر له لأنه أنا أشعر أتصلوا بك أهلاً أبداً 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 هاي مسألة أنا أشعر بها داخلياً وقبل شهر تقريباً كنت في المقبرة التي يفترض أن يكون قد دفن فيها ولفيت أنا وأبني وزوجتي نبحث على هذا القبر اللي نقف عليه فقط ولأعتذر له ولكني لم أجده نعم سيدي استشهد أبوك في الثورة الجزائرية لكن ذلك لم يجعلك عدواً لفرنسا بل تدرس في جامعاتها اليوم شو نسمي هذا؟ تسامح في السلوك؟ كيف؟ كيف وصلت لها المصالحة؟ نعم أنا أنظر له بشكل آخر لأنه فيه زمن للحرب وزمن الحرب يترك جروح كبيرة وأنا بصراحة أقول أنه ترك فيه جروح كثيرة لكن أحياناً أسأل ما ذنب الفرنسي اليوم الذي لم يعيش هذه الحرب؟ ما ذنب الإنسان العادي الموجود الآن في باريس أو في فرنسا أو في الجامعة أو الزميل الذي يدرس معي في نفس الجامعة ما علاقته بهذه الحرب؟ ثم أنه الفرنسيين فيه جانب استعماري الذي حمل السلاح واستعمر البلد لكن فيه فرنسيين كان يعمر لا فيه فرنسيين حملوا السلاح كذلك ولكن ضد الاستعمال الفرنسي فإذا أنت لما يكون عندك موقف مضاد مباشرة هذا موقف أنا أعتقد غير عاقل يعني صراحة ولهذا أنا ذهب لفرنسا ذهب نحو اللغة نحو الثقافة نحو الفكر ونحو حياة أخرى ليس شرطاً أن تكون حياة مبنية على الضغينة والحقد نعم رغم تغير يعني رؤاك يعني أن في كل فترة كنت تنظر إلى باريس بطريقة معينة قلت عنها باريس المدينة الغولة في جغرافية الأجساد المحروقة باريس صديقة متى أمسست مصارعها أصبحت غولة تقتل حتى أولادها نعم وتقول في موضع آخر باريس غانية تعلق على رأسها تاجاً من الإشار المتسخ كيف ترى هاليوم كيف تسامحت مع هالمدينة كيف تصف هاليوم هذا كلام شاب كان عمره تقريباً 24 سنة أو 23 سنة عندما ذهب إلى باريس لأول مرة ولاحظت أنا رحت تقريباً كانوا 20 سنة أو 22 سنة لما شفت باريس يعني ورحت وين رحت طبعاً لما تروح لباريس تروح عند الأهل أول مرة فرحت المناطق اللي كان فيها العمال الجزائريين وكان الفترة التي ذهبت فيها إلى باريس كان العنصرية ضرب أطنابها ضد المغتربين من العرب وتحديداً من المغرب العربي وأكثر من ذلك من الجزائريين لأنهم الأغلبية بالفرنسا فإذن الصورة التي وردتها عن باريس هي صورة غريبة مرتبكة صورة المدينة الجميلة التي تمنحك الحرية تمنحك اكتشاف عالم آخر مدينة النور وتمنحك فرصة لاكتشاف عالم آخر مخالف لما تحمله في ذهنك لكن في الوقت نفسه كل يوم أقرأ أخبار في الجرائد وكتابات على الحيطان كتابات عنصرية ولهذا عندما كتبت هذا النس كتبته من شيء صادق قد يكون صادق وليد لحظة ووعي معين آه قد يكون صادق لكنه صادق في عمقه لكن فيما بعد أنت بين المسافة الفاصلة بين هذا النص وبين هذا الرجل الذي يشتغل في باريس ما لا يقل على عشرين سنة فإذا كان عشرين سنة لم تفعل فيك شيء أنا أقول ستين ده هي هاي العشرين سنة إذا ما أثرت فيك تأثير إيجابي طيب اليوم كيف تشوف هذه المدينة بعد هذه العمر أنا من أجمل المدن التي أحبها هي باريس لأنها تمنحني فرصة لكي أكون بس نعم تجربة الموت اقترابك من الموت التجربة الأخيرة النوبة القلبية اللي عشتها نعم كيف ممكن تقول لنا كم تغير من واسيني تجاه يعني فكرة الموت يعني أنت قلت مؤخرا لا يقينة في الدنيا سوى الموت نعم يعني كيف خرجت من هذه التجربة شوفي لأنه هاي تجربة جاية ضمن سلسلة من التجارب يعني بصراحة أعود مرة أخرى لكي أتحدث على البتل تراجيدي يعني هو يذهب نحو نهاية محددة وكل وقت كل عمره يعمل كيف يتفادى هذه النهاية المحددة وهي مصير البشر يعني مش مصيري فقط مش مصيري أنا فقط يعني كفرد فتفاديت الموت سابقا مثل ما تحدثنا لكن هذه المرة تفاديته بالكتابة أنا لما أصيب بالنوبة القلبية كنت أشتغل على نص عزيز علي كثيرا وهو صناتة لأشباح القدس يعني أولا نص موجة لفلسطين اللي هي جرح يعني عميق وفي الوقت نفسه موجه لحالة مرضية موجودة في الوطن العربي وموجودة في بطلة القصة اللي هي مسألة المنفى لأن المنفى ليس مسألة صحية في نهاية المطاف يعني والبطلة هي بطلة منفية فوصلت تقريبا للفصل الأخير من الرواية وأصيبت بالنوبة القلبية تتخيلين بأن آخر كلمة كتبتها في الرواية قبل أن أذهب إلى المستشفى وأنا لا أدري عرفتها فيما بعد لما عدت للنس هي كلمة موت والله كلمة موت وثلاث نقاط متتلية لأنني كنت مع بطلة هي في لحظة الموت وأنا أطول في عمرها لكي لا تنتهي حتى أعطي امتداد للرواية أعطي امتداد للأحاسيس يعني فيمكن هذا كمان واحد من الأسباب لأنني فعلا كنت أعيش الحالة بكل حواسي وبصراحة أقول لك الكاتب الذي لا يعيش الحالات التي ينتجها سواء حالة الحب أو الحالة المضادة التي هي حالة الموت أعتقد أن النص يكون بارد يعني يكون خارج النص يكون خارج النص كان بذهني الفكرة التالية والله وهم يدفعون بالعربة وأنا هاك يعني ويشوف فقط الأشكال البيضاء كنت أقول لا يجب أن لا أموت أنا عندي رواية عندي مشروع طبعا وقد لا يسوي شيء بالنسبة للإنسان يعني في نهاية المطاف لكن بالنسبة لي كان رهانا حيويا قلت معليش إذا موت وانتهيت الرواية الرواية ماشي الحال بس أن أموت والرواية وصلة لنحظة النهاية هذا لا أقبل به ولهذا رفضت أن أموت كانت الحالة ماشية معاك مي الفنانة التشكيلية اللي بأمريكا اللي تعاني من سرطان غاشم وكذا كنت عايش الغريب أني وقع لي يعني صرت غير مرتبط بهذه الرواية بذهني أن يجب أن أنتهي منها دخلت في رواية أخرى بدأت أشتغل فيها وعندي خلقت لها بطلة خلقت لها شخصية خاصة ورواية حادة وعنيفة جدا 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 يعني الإيروتيكا؟ إيروتيكا نعم تبدأ من البداية مرأة صحفية إعلامية باحثة متخصصة في السيار في سيار الكتاب وتريد أن تنجز السيرة عن كاتب يطلع في النهاية حتى لا أطيل يطلع في النهاية أنه أبوها يعني بس ما كتبتها كتبت أنثى السراب طلعت منها أنا كتبت هاي رواية ذهنية وأنا أؤمن عشتها بأن عندنا أنا بيتي مؤثث بالرواية الذهنية لا أدري إذا كان الله نحن عمر أنه ننتهي لكن في كثير رواية ذهنية عن الموت كتبت عبارة جميلة أو فقرة يعني عن الموت أنه ثمت سيناريوهات أنت كنت حاطها لروحك كيف تموت كل الحسابات وفعلا هي يعني مؤذية ومؤلمة كل الحسابات التي خمنتها سلفا كانت خاطئة كنت أتصور مثلا أني سأموت على يد مواطن مع التوه يظن أني سرقت حبيبته مثل الحادثة الأولية أو على لسان إمام أعمى وأطرش أو ربما في طائرة ترتفع ثم تنسحب من الرادار ولن يجد لها أثرا أو حتى سرطان مفاجئ وغاشم فلا أحد فوق الصدفة المميتة ولكن أن يخدعني قلبي فهذا لم أتصوره أبدا على الأقل بالشكل الذي حدث معك لأن بينك وبين قلبك علاقات مصالحة جميلة كما ذكرت وكبيرة جدا أنا راح أقول لك أقول يا مصري قلبي دليلي بس فعلا أنا قلبي دليلي معناته عندي نوع من أشم رائحة الأشياء لكن ما أشمها بأنفي أشمها بقلبي يعني الشيء السيء الجميل البئيس الرائع هذا كله يمر عبر القلب يعني طبعا هي كيمياء ذهنية إذا تحبي لكن أنا بالنسبة لي تمر عبر القلب ولم أتخيل يوما بأن قلبي سيخدعني وما خدعني في نهاية المطق يعني كان بده راحة كان بده راحة فعلا أنا قسوت عليه كثيرا وأنهكت كثيرا ونبهني أنه أحذر يعني كتابه وإنتاج غزير والسفر بين جامعة الجزائر وبين السربون يعني بعد خمسين عاما من احتراف الكتابة تقول الكتابة رهان خاسر لا أصدق لأنك تعيش الكتابة يوميا رح نرجع مع روائي وسيني الأعرج نرجع مع روائي وسيني الأعرج نرجع مع روائي وسيني الأعرج عمرو محطات всего أولا نبارك لك صدور روايتك أنتا السراب تسلمي رواية الجديدة طبعا في شهوة الحبر وفتنة الورق من دار طبعا دبي الثقافية هذه طبعا اللفتة الجميلة بإصدار رواية في كل شهر مع المجلة والله أنا بصراحة أحييهم على جهد يعني مثل هذا أن تصدر كتاب وتمنحه مع المجلة للقارئ مجانا مجانا بعدين كتاب ذخم لو كان كتاب صغير ماشي الحال مثل ما يتسوى في أوروبا من حلية أقل 500 صفحة 500 صفحة هاي تكلفة كتاب يعني ألا يعينهم أحييهم كنا أحييهم طبعا نوجه تحية لرئيس التحرير ومدير التحرير أستاذ سيف المر وناصر عراق أنتا السراب يعني هذه الرواية اللي ممكن نقول بعد النوبة القلبي بعد هالمرحلة وحسينا بيقل أنك عم بتحاول تتسرب كثير من سيرتك الذاتية بهالرواية رواية جريئة جدا ما أدري يعني أنت وإنت تكتبها ما كنت تتفكر يعني في مرتك لا أكيد تخترقك يعني كثير من الأفكار قرأتها قبل لا 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 قرأتها دكتورة زينب قرأتها وكانت في نقاش تحية طبعا الشاعر زينب الأعوض بتعرفي شوفي أنه فيها علاقة أنك تحترم عقل الآخر بغض النظر عما يمكن أن ينتجه نص من النصوص يعني من 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 سيرعات أو من نقاشات عندما تحترم عقل الآخر أنت تؤمن بأنه يستطيع أن يناقشك في موضوعك طبعا هو حر يعني زينب أو ابنتي أو أصدقائي أو صديقاتي هم أحرار في حكمهم مثل ما كنت أنا حر في كتابة النص يعني بس أخذت كأنه بعد هالنوبة حرية أكثر أردت أن تقول أشياء كأنه نعم أنا لا أدري سبب ذلك لكن في لحظة من اللحظات أنت عندما تواجه الموت أو تكون قاب قوسين أو أدنى من الموت ما بعرف